بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين عنوان محاضرة هذا اليوم المعضل ونبدأ بتعريفه قال العلماء المعضل لغة اسم مفعول من أعضله بمعنى أعياه و اصطلاحا ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي ونوضح هذا التعريف بالمثال التالي روى الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث بسنده إلى القعنبي عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق قال الحاكم هذا معضل عن مالك أعضله هكذا في الموطأ فهذا الحديث معضل لأنه سقط منه اثنان متواليان سقط منه اثنان متواليان بين مالك وأبي هريرة كيف عرفنا عن هذا السقط وأنه سقط منه اثنان متواليان عرفناه من رواية أخرى لهذا الحديث موجودة خارج الموطأ جاء فيها عن مالك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن مالك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه فبهذا الإسناد تبيننا أنه قد سقط منه اثنان متواليان محمد بن عجلان وأبيه حكم الحديث المعضل المعضل حديث ضعيف وهو أسوأ حال من المرسل والمنقطع سبب ذلك كثرة المحذوفين من الإسناد وهذا الحكم على الحديث المعضل هو بإجماع العلماء يجتمع المعضل مع المعلق في بعض الصور إذ أن بين المعضل وبين المعلق عموما وخصوصا من وجه فيجتمع المعضل مع المعلق في صورة واحدة وهذه الصورة إذا حذف من مبدأ إسناده راويان متواليان فهو معضل وهو معلق في الوقت نفسه ويفارق المعضل المعلق في صورتين إذا حذف من وسط الإسناد راويان متواليان ففي هذه الحالة هو معضل وليس معلق والصورة والصورة الثانية إذا حذف من مبدأ الإسناد راوي واحد فقط فهو معلق وليس بمعضل من مضان المعضل أو المصنفات والكتب التي يكثر فيها وجود المعضل أو يغلب عليها قال الصيوطي رحمه الله من مضان المعضل والمنقطع والمرسل كتاب السنن لسعيد بن منصور ومؤلفات ابن أبي الدنيا بوجه عام هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم